السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبايبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكم سببا العربي ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الارنبيت بطريقة حلوة جدا طريقة ماما حبيبتي ربنا يديها الصحة يا رب اه الطريقة دي مفيدة جدا ومغزية جدا للاطفال ان شاء فيها عناصر كتير جدا مفيدة للاطفال طبعا هم مبردوش يستخدموها يوميا فانت لما تحطيها مع الارنبيت هيدي لكم غزائية اكتر يلا بينا نقول الطريقة بتاعتنا انا معي ارنبيتة شلت الورق الاخضر بتاعها اللي بره والعروق دي وبعدين هبدأ اقطع الارنبيت زهر صغير كده اه في البلاد اصل العربية بيقولوا على الارنبيت زهر مش بيقولوا على الارنبيت زينا وحطى على النور ما يبتغلي حطى فيها ربع معلقة من الكمون ورشة صغيرة من السكر عشان تدي طعم حلو للارنبيت انا بحب بحط سكر في الارنبيت وفي الكروم وانا بسلقه اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد انا هكمل تقطيع الارنبيتة بتاعتي واجلكو احنا بنسلق مع بعض الارنبيت اهل المية بتغلي معنا هنبدأ نحط الارنبيت بتاعنا ياخد غلوة انا دبك بحطه تلات اربعة دقايق في المية ياخد غلوة كده بيتسلق بسرعة ما بياخدش وقت هسقط الارنبيت في المية وهحطه واغطي عليه يتسلق ونعمل مع بعض الخليط بتاعنا الخليط بتاع الارنبيت حلو جدا واول مرة تشوفوا الطريقة دي بتريقة ماما اه دعولها بقى كده دعوة حلوة بصراحة بتخلينا بيحب الارنبيت بطريقتها يعني انا كلته من كزا حد ما عجبنيش زي ماما بصراحة اه ما شاء الله بتعمله بتريقة حلوة جدا ومغزي جدا يعني وعناصر كلها مفيدة احنا معانا حليب ومعانا بطين ومعانا من كل حاجة من الخضرة عودين يعني شبات وبقدونس وقزبرة كل حاجة فيهم عودين كده ومعانا طماطمتين وقارنفلفل حار ممكن تستغني عنه وتحطي مكانه فلفل رومي وفصنته موالح وفلفل ومعايا فيجيتار ممكن تحطيه ممكن تستغني برضه عنه بس بيدي طعم حلو جدا وقرمشها للارنبيت ومعانا دي بس ايه ما صورتوش تلوقتي هحطه لكم معانا بعد ما نضرب المكونات دي بتاعتنا مع بعض في الخلاط هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وننزل بالمقدير بتاعتنا ده شبات وبقدونس وقزبرة من كل حاجة فيهم عودين مش هتقطري وهتنزلي بطمطمتين متقطعين وفصنتهم وقرنفلفل حار او رومي حسب يعني حسب رغبتك انت حبايا بقى ايه وبعدين هننزل بالبطين بتاعنا وهنزل بالحليب بتاعي هنحط حوالي آآ نصف كوباية حليب وهنزل براشة ملح وربع معلقة صغيرة من الفلفل الملح ما تقطريش منه انتيس هتزبط الطعم الحدقية بتاعته والملح بتاعه بعد ما تحط الفيجيتور لو مش هتحط الفيجيتور لا ازبط دلوقتي الملح في الخليط دلوقتي عنا عشان الفيجيتور بيبقى في آآ نسبة من من التوابل فانا ماش بحب احط ملح كتير في في الخليط بقى الارنبيت عشان الارنبيت ميبقاش معاي حادق اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كده انا ضربت الخليط بتاعي والارنبيت بتاعنا اتسلأ هنجيب البولة بتاعتنا ونفضي فيها كيز الفيجيتور بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم وهننزل يا بنات بحوالي ربع كبات دي ومعلقتين مش كتير انا ما بحبش الخليط بتاعي يبقى آآ دسم يعني بحبه يبقى خفيف شوية آآ ماما كانت تعلمتنا ان احنا ما نخلهش تقيل عشان ما يبقاش عمل عجين جوه الارنبيت احنا عايزينه بس يا ده بك كده يبقى مغطيه من دلو طعم وفوايد ويكون مفيد وفي نفس الوقت يدي له ارمشة فماما ما عودنا ان احنا نخلي سمكه ما يبقاش دسم كده ولا تخين زي ما بنقول بنخلي العجين يبقى لين شوية بوصوا يا بناتا هنهوريكو هس الصمك اللي احنا عايزينه احنا عايزين يكون بالا بالقوام ده ما يبقاش اتقل من القوام ده وطبع انت ممكن على راحتك لو حبت زود دي شوية بقى ويكون عندك بطاطس مسلوقة تعمليها فيها بتبقى جميلة جدا يعني ماما كانت بتعمل لنا برضو لما يتبقى خليط من ده كاننا بنعمل عليه بطاطس مسلوقة كانت ما شاء الله بتبقى جميلة جدا ده القرنبيت بتاعنا هو جهز والخليط بتاعنا معنا جهز هنبدأ نعمل بالمضرب كده نقلب القوام بتاعنا شوية ونزل زهرة زهرة واحدة واحدة كده في الخليط هنقول بسم الله الرحمن الرحيم هننزل بالخليط كده واحدة واحدة انا بسيبه في الخليط يا بنات من تلات لاربعة دقايق كده على بالمعمل حاجة في المطبخ يعني بكون وراي حاجة في المطبخ بعملها واسيبه كده سيبته في حوالي اربعة دقايق بالزبط لتلات دقايق اه بحبوا يشرب التدبيلة طعم التدبيلة بحبوا يشربها ان شاء الله جربوا الطريقة دي وتدعوا الماما لان بسالحة دي طريقة ماما حبيبتي ربنا يبركلي فيها ان شاء الله لما تعملوا الولاد هيعجبكوا جدا وعشان البيد اللي فيه والخضرة والحليب ده كله يعني حاجات مغزية جدا للاطفال ان شاء الله جربوا يعجبكوا على فكرة ماما مش بتسيب الارنبيت كتير في الخليط اماما يدبك بتنزله وبتكون بتسخن الزيت على النار وبتقلهن على طول هنسيبه بقى شوية وارجعلكو تاني واحنا بنقليه مع بعض نقول الله ومصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد احنا حطينا الطاصة على النار وحطيت الزيت سخن لازم الزيت يكون سخن عشان الارنبيت يطلع معنا مقرمش وحل وهنبدأ ننزل بالارنبيت بتاعنا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم خلي بالكم يا بناتش هنزيد بيبقى سخن شوية فيعني تجنبوا ان ايديكم ما تبقاش قريبة من النار والاحسن ما يكونش كدام معكم اطفال في المطبخ وانتو بتعملوا اي حاجة فيها زيت ربنا يحميهم ويحفظهم يا رب ان شاء الله اتجربوا الوصفة بتاعتي واستنى كم انتكوا تقولي رأيكم ايه في وصفة ماما واتضعوا لها دعوة حلوة بقى كده الطريقة دي بتاعتها هي انا جربت كازة طريقة قبل كده ما عجبتنيش يعني كمان فيه الناس بيقلوه كده من غير من غير سليق ما عجبنيش بصراحة يعني ما شاء الله طريقة ماما احسن طريقة انا ما عافش فيه حد تاني بيعملوا بالطريقة دي ولا بس كل اللي حواليا ما بيقنوش بيعملوا بالطريقة دي ماما ربنا يديها الصحة يا رب هي اللي معودانا على الطريقة دي حلوة جدا ان شاء الله اتجربوها وتعجبكم وتعجب الولاد اهم حاجة احنا عندنا اهم حاجة الولاد الاكل يعجبهم ربنا يبارك فيهم يا رب وكده كون خلصت وصفة النهاردة. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. يا ربي في وصفة النهاردة كون اعجبكم. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اسببكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.